ترجمة نانسي قنقر أكد وزير التربية والتعليم خلال زيارته مدرسة عمار بن ياسر الابتدائية للبنين المطبقة للتجربة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالطراب التوحد أكد أن هذه الخطوة التطويرية تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتوفير التعليم المناسب للجميع بمن فيهم ذو الاحتياجات الخاصة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه تجسيدا لما جاء في دستور المملكة وقانون التعليم من العهد الزاهر السيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه شمل الكثير من الإنجازات فعلى الصعيد التعليمي حققت الوزارة ولله الحمد الكثير من الخطوات المتقدمة في مجال تقديم الخدمة التعليمية بما في ذلك الموجهة لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة واستطاعت الوزارة أن تحقق قفزة نوعية وتقدما يدعو الارتياح والإعجاب وحنالت عليه شهادة من جميع المراقبين الذين طلعوا على هذه التجربة وهي دمج الطلاب من فئة التوحد الذين يعانون بعض الظروف التي تم والله الحمد التغلب عليها نتيجة التعاون الذي أبداه الأخوة الكرام في الميدان التربوي وأيضا أخوة الكرام الأعزاء أولياء الأمور والله الحمد اليوم وزارة التربية والتعليم استطاعت في إطار هذا النجاح الباهر أنه تدمج دمج كل حوالي أكثر من ثلاثين طالب والله الحمد يوجد أيضا دمج جزئي لأكثر من سبعين طالب هذه الإنجازات دفعتنا لتقدم خطواتنا أيضا إلى الأمام ولله الحمد سيشهد العام القادم بإذن الله تعالى الانتقال إلى المرحلة الإعدادية والتطبيق هذه التجربة الرائدة فيها أنا سعيد جدا بالإطلاع على تجربة مملكة البحرين في قضية الدمج هذا توجه عالمي حقيقة المملكة تميزت بتطبيق هذا المفهوم باحترافية عالية الاحترافية تقتضي أولا حسن التشخيص لأن من أسوأ ما يمكن أن الطفل غير مهيئ للبيئة العامة ينقل إليها فحسن التشخيص ثم وجود الكفاءات المتخصصة في المدرسة وهذه مسألة جدا رائعة رأيتها أفضل ما أسعدني حقيقة أن السرعة التي هؤلاء الأطفال تمكنوا من الانتقال فيها من الصفوف الخاصة إلى الصفوف العامة وأوضح الوزير أنه بناء على هذا القرار ستتاح الفرصة للطلب ذوي الطراب بالتوحد لاستكمال الدراسة النظامية في التعليم الإعدادي والحصول على خدمات تربوية وتعليمية متطورة في مدارس الدمج بعد إنهائهم المرحلة الابتدائية بنجاح مشيرا إلى أنه ستتم تهيئة المدارس الإعدادية المختارة لتطبيق هذه التجربة بجميع المتطلبات اللازمة الهدف الأساسي للبرنامج هو دمج الطلبة لما أشوف ردات فعل طلبة المدرسة شلون يتعاملون مع طلابنا شلون هم يكونون حريصين على أن يكونون في مستوى تعامل معين باللي يحتاجون طلبتنا هذا يعكس مدى استفادة يعني مدى توعية المجتمع وشلون أنهم صاروا فاهمين إلى هذه الفئة وشلون يتعاملون مع هذه الفئة هذا من إنجازات وزارة التربية أن هي راح تتأسس جيل كامل يعني فاهم واعي إلى طلبة التواحد وأنهم مشلون يتعاملون وياهم أنا وايد استفادة صراحة ومن يعني هذا البرنامج يعني وايد استفادة يعني انتقلوا من مرحلة إلى مرحلة ووايد وايد أحسن وأفضل يعني كانوا أنهم ما يتكلمون عدد بالعكس الحين قاموا يتكلمون قاموا يقرون قاموا يتعلم يعني يحاولون أن يختلطون مع الناس يعني السج كانوا وغير وانتقلوا 180 درجة من شيء لشيء أفضل الحمد لله رب العالمي وهذه الدليل الحمد لله على نجاح التجربة في المرحلة الابتدائية الحمد لله بنا بوصل عبد العزيز لمرحلة هذه دليل اهتمام الوزارة بهذه المرحلة والآن الحمد لله بالعبنى ستعمم على المرحلة العدادية هذه صراحة نقلة نوعية الحمد لله وتمنى طبعا أن تعمم أكثر وأكثر إن شاء الله فهذه التجربة الحمد لله هذه دليل نجاح التجربة في المرحلة الابتدائية وتطبيقها في المرحلة العدادية شيء صراحة مصدق فخر لنا كأولياء أمور الحمد للعالمين أنه فيه اهتمام من قبل وزارة تغبية والتعليم بهذه الفئة وفيها طيف التوحد ونوه الوزير بما تحقق من نجاح مبهر خلال الأعوام الماضية إذ ارتفع عدد المدارس الابتدائية المخصصة لدمج طلبة التوحد من ثلاث مدارس في العام 2010 تضم 11 طالبا وطالبة فقط إلى 16 مدرسة في العام الحالي تضم 109 طلاب وطالبات من ضمنهم 37 طالبا وطالبة تم نقلهم بصورة كلية من الصفوف الخاصة إلى العادية هذا وقد قام الوزير خلال الزيارة بالاطلاع على البرامج التربوية والتعليمية المقدمة لذوي الطراب التوحد في صفوف خاصة مصممة وفق معايير تربوية عالمية بهدف إبعاد الطلبة عن المشتتات المعيقة لعملية تعليمهم والمحافظة على سلامتهم ومنها ركن للتدريس الفردي وآخر للتدريس والعمل الجماعي وركن للتعلم باللعب وآخر لتنمية الحواس وركن للمهارات الحياتية كما يحوي كل صف أدوات للتعلم الإلكتروني كالسبورة الذكية والحواسيب ترجمة نانسي قنقر